اشتركوا في القناة وقدرات وامكانات رفيعة في منافسات البطولة مشيدا جللته بالروح الرياضية والمعنوية العالية والاصرار والعزيمة التي يتحلى بها افراج المنتخب الذين شرفوا الوطن في هذا المحفل الرياضي الخليجي واستحقوا بجدارة التتويج بهذا اللقب الذي عكس مكانة الكرة البحرينية على الساحة الخليجية والاقليمية والقارية وما تشهده من تطور مستمر متمنيا بأن يكون هذا الانجاز حافزا للعبين نحو التطلع لمزيد من البطولات في المشاركات المستقبلية ووجه جلالة الملك المفردة بهذه المناسبة السعيدة الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة مثنيا جلالته على الجهد الكبير والعمل الدؤوب والمتقن الذي يقوم به سموه ودعمه وتشجيعه المتواصل وتحفيزه للاعب المنتخب والذي أثمر عن تحقيق هذا اللقب الغالي كما أثنى جلالته رعاه الله على جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة أحمد آل خليفة في الأعداد الجيد للبطولة وتهيئة كل أسباب النجاح لللاعبين وكذلك العمل المتميز للجهازين الفني والإداري للمنتخب والذي انعكس على أداء اللاعبين وبث روح الفوز في نفوسهم معربا جلالته عن تقديره لكافة الجهود الوطنية المخلصة التي آزرت وشجعت المنتخب للوصول إلى هذه النتيجة المشرفة وحي جلالته كذلك شعب البحرين والجماهير البحرينية الوفية والمقيمين على أرض البحرين العزيزة الذين وقفوا إلى جانب المنتخب في جميع منافسات البطولة والذي كان حافزا لللاعبين وشجعهم على إحراز هذا اللقب مقدرا جلالته دور رجال الصحافة والإعلام ودعمهم ووقوفهم إلى جانب منتخبنا الوطني طوال المباريات والذي كان له أطيب الأثر في نفوس اللاعبين لتحقيق هذه النتيجة المشرفة وأكد جلالته أن ما تحقق يدعو إلى الفخر والاعتزاز لكل أبناء البحرين ويعتبر نقطة تحول مهمة في مسيرة كرة القدم البحرينية كما أكد جلالة الملك المفدى حفظه الله أن الإنجاز الذي حققه أبطال المنتخب الوطني الأوفياء والمخلصين في هذا المحفل الخليجي الرياضي قد رسم الابتسامة وأدخل الفرح ليس في نفوس شعب المملكة فقط بل في نفوس جميع المقيمين على أرض البحرين معربا جلالته عن ثقته بقدرة هذا الجيل من لاعب المنتخب على مواصلة مشوار التميز وحصد الألقاب والبطولات في الاستحقاقات المقبلة كما هنأ جلالته أفراد المنتخب السعودي الشقيق على ما قدموه من مستوى وأداء متميز في البطولة متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم الكروية وأكد العاهل المفدة الحرص المستمر على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية لشبابنا الرياضي والعمل على تنمية ورفع مستوى الرياضة بمختلف ألعابها متمنيا جلالته للجميع كل التوفيق والتقدم وأن يواصل المنتخب البحريني مسيرته المشرفة وتمثيل كرة القدم البحرينية خير تمثيل في البطولات القادمة اشتركوا في القناة